اهلا وسهلا بكم في المحاضرة العاشرة والاخيرة من دورة تعليم برنامج فوتوشوب المستوى المتقدم في المحاضرة السابقة تناولنا موضوع صور المعاملات وأخذنا طريقتين الطريقة البداية وطريقة الموكأب وفي هذه المحاضرة رح نتناول ان شاء الله موضوع ايضا صور المعاملات ورح نشرح الطريقة الثالثة والرابعة اللي هي طريقة الاكشن وطريقة الباترن طبعا نفتح صورة معينة وليكن هذه الصورة أو ممكن نختار صورة اخرى مثلا هذه الصورة طبعا هذه الصورة بسبب سوء التصوير وسوء الاضاءة اصبح عندنا هذا الgradient حتى نعالج هذا الgradient اول خطوة ممكن ان نروح على image adjustment ونختار levels وطبعا نلاحظ انه هذا السهم الابيض نحاول نقربه الى بداية مرتفع ال level بهالمكان بعدها اوكي خطوة التالية نحاول تفريغ الخلفية طبعا نفتح القفل ونختار ونختار اداة ال quick selection ونحدد الصورة طبعا نحذف الصورة او نحذف ال background عفوا delete نلاحظ انه النظارات بقى بها تحديد اللي هو بال background ممكن ان نحذفه او ممكن ان نحدده نحدد ال background ونفتح طبقة جديدة ونختار لون ابيض ونملأ التحديد باللون الابيض الخطوة التالية نفتح طبقة جديدة وهذه الطبقة نخليها بالاسفل ونملأها باللون الابيض وطبقة النظارات ممكن ان نخليها 40% او ممكن ان تكون 50% اصبحت عندنا النظارات شفافة وجميلة جدا مثل ما تلاحظون اصبحت شفافة وواقعية طبعا الخطوة التالية ان نحدد الطبقات جميعا كلهن من خلال control ونحدد صورة ثانية والثالثة ونضغط click amen ونختار marriage layer نفتح مقاس جديد اللي هو new ونختار طبعا سانتيمتر او ممكن ان يكون سانتيمتر ونختار ثلاثة سانتيمتر للعرض اربعة سانتيمتر في الارتفاع وثلاثمية للresolution control a control c و control v نلصق الصورة نصغر العرض ونضغط على control shift حتى نخلي الصورة بهالمكان تمام جدا ممكن انه تكون بهالشكل نحفظ القفل تمام ممكن انه حتى نتخلص من هذه الزوائد الخاصة بالصورة اللي هي خارج المقاس نختار اداة crop ونحدد المقاس اللي احنا ريده يبقى وانتر لاحظ انه هذه الصورة اصبحت فقط في الخلفية طبعا نمزج الطبقتين من خلال merge layer الخطوة التالية اللي هي رح نستخدم ال action طبعا ال action من الامور الجميلة جدا اللي هي تسجل لنا خطوات التعديلات طبعا نتأكد من انه نافذة action ظاهرة بصندوق البنل من خلال window ونخلي علامة صح على action طبعا رح تظهر عندنا هذه علامة action هذه الاكشنات المسجلة القديمة ورح نسجل احنا اكشن جديد طبعا نضغط على هذا الخيار اللي هو create new action نضغط عليه ونسميه مثلا صور المعاملات ممكن انه نمطي لون ماكو مشكلة ممكن لون نمطي احمر ريد اخضر ماكو مشكلة record طبعا هذا الاكشن رح يسجل لنا كل التعديلات اللي رح نقوم عليها على هذه الصور رح يسجل لنا اياها ويحفظ لنا اياها في اكشن حتى هذا الاكشن ممكن انه نطبق على صور اخرى طبعا نروح على new او ممكن select all edit copy بعدها نروح على new نفتح المقاس اللي هو سنتيمتر قلنا رح يكون 12 للعرض وثمانية للارتفاع بعدها edit best رح يخلينا هاي الصورة بهالمكان طبعا رح نستنسخ هذه الصورة ممكن انه احدد هذه الصورة ايضا استنسخها تمام جدا بعد ما خلصت هذه الصورة اوقف الاكشن من خلال اضغط على stop playing recording بعدها الاكشن صار عدي جاهز طبعا اذا الاحظ هذا الصور المعاملات اضغط على هذا السهم هذا اللي هو الاكشن الخاص بصور المعاملات طبعا هذا التصميم صار عدي جاهز لطباعة حتى اشتغل تصميم جديد ممكن انه هذه الصورة افتح صورة اخرى مثلا مثلا هذه الصورة وطبعا من quick selection ممكن افتح القفل واملئها باللون الابيض تمام حتى اختار المقاس اللي هو 3 سنتيمتر في اربعة اروح على اداة الكروب واحدد 3 سنتيمتر للعرض و 4 سنتيمتر للارتفاع والresolution اللي هو 300 واقتص الجزء اللي اريد ان يظهر به الصورة بعدين اضغط على علامة الصح راح الاحظ ان البرنامج راح ينشئ لي هذا القالب ب3 عرض في 4 سنتيمتر للارتفاع حتى اكون تكرار لهذه الصورة كل ما علي هو احدد هذه الطبقة واحدد الاكشن خاص بصور المعاملات اللي انشأتها قبل شوية و اضغط على علامة play اشغل هذا الاكشن راح الاحظ ان البرنامج اضغط على continue الاحظ ان البرنامج راح ينشئ لي الصور وهكذا اي صورة انا اريدها افتح هذه الصورة مثلا هذه الصورة حتى تكون على شكل باكج كامل للطباعة فقط احدد الصورة طبعا افتح القفل و اضغط على صور المعاملات و اضغط على play و اضغط على continue راح البرنامج يكرر لي هذه الصورة طبعا هذه اللي هي الطريقة الثانثة اللي هي طريقة الاكشن طريقة سهلة و بسيطة و اقدر اصناحها كقالب و استخدمها باي وقت اريدها الطريقة الرابعة اللي هي طريقة الباطنان طبعا طريقة جميلة جدا و رائعة طبعا اضغط على طبعا بعد ما حددت الصورة و اكملتها من background و من اختصاص الخلفية و جهزتها اضغط طبعا اخليها بالمقاس اللي هو اربعة سنتيمتر لارتفاع و ثلاثة للعرض اضغط على select all و اروح على edit و اختار الخيار اللي هو define pattern طبعا هذا الخيار احنا شرحناه بالبداية و امطي مثلا رقم و ليكون واحد اوكي طبعا افتح ملف جديد اللي هو طبعا بيئة سنتيمتر اللي هو مثلا 12 سنتيمتر في ثمانية للارتفاع و resolution 300 هذه الصورة اروح على edit و اختار fill و اختار pattern احدد الصورة اللي انا قبل شوية اعرفتها اضغطتها الى pattern وبعدها اوكي رح لاحظ ان البرنامج رح يكرر اياها على عدد الطبقات طبعا طريقة جميلة وسريعة وسهلة في نفس الوقت طبعا هذا الكورس انتهى و لنا عودة ان شاء الله في المستوى الاحترافي اللي هو رح نتناول بامور احترافية و رائع جدا في برنامج الفوتوشوب نلتقيكم في الكورس الاحترافي لبرنامج فوتوشوب بابنه تعالى شكرا اشتركوا في القناة